السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله كيفما وعدكم في الفيديو السابق سنشترك معكم مقبلات اللي غنيين بمادة الكلوغوفيل نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتطلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله اول سلطة سنستعملو هنا يا صلق اللي سنشوفو مزيان يعني ضروري نغسلوه مزيان بعد كنشوفوه من الماء اللي يكون فيه سنقطعو قطع صغيرة من بعد ما قطعت هاد السلق بالفرنسية اسميته لابلت من بعد هنا وضعتو في هالطنجرة يعني بدون ماء او زيت كنقص عليه البوطاء وكنخليه حتى كي طيب طافي كيفما كتشوفو معي اطاب تقريبا يعني من اللي كان قيسو كنلقاوها اطاب طغية كي طيب غيب اذك السائل اللي كيكون فيه يعني طبيعيا هو اللي غضي اه من اللي كان ستدو عليه هرا كيغر اه كي عرق وكي اه وكي اطلق المادي يالوف هادا كلمة كي طيب طافي دبا غنضيف توابيل هنا غنضيف اه اه تومة والحامض المصير والقصبر وغادي نضيف القصبر اليابس الملح تحميره او البابريكا يعني فلفل احمره فلفل احمر والقليل من الزنجبيل انا احنا عندي الطري حتى الكامون ما نستعملوش كمية كبيرة نستعملوه حبيب بحبوب انا استعملت قريبا ربع ملعقة وبالنسبة السودانية او فلفل حارة يعني كتستعملوه على حسب الضق او ممكن تستعملوه الهريسة انا بغيتو صافي غدا رجعوه يتشحر يعني غيشي شوية مشي بزاف بما اه توابين يعني تلقوه النكاحة ديالو من بعد غدا نعود نجيبها غدا نزيد لها غيشوية ديال زيت الزيتون صافي وكتصبح السلاطه ديالنا واجده لنقدر نحتفطو بها في تلاجه يعني حتى لكن لكن نبغينا نحطرو هاد مقبلات المناسبة او كيجوزوين هاد لابلات هدي كيجوزوينه مع الحوت اهنا غدا عندي لوبيا كيف ما كتشوه معي قطعها قطع صغيرة هاد السلاطه هدي فيت مني تشاركتها معاكم من بعد ديتها بخرتها يعني خدات لي تقريبا عشرة دقايق يعني تاكي غلال ما عد كنحطوها كنت اخد عشرة ديال دقايق فقط من فوتوش باش منطيبوهاش بزاف حتى يتغير ليها اللون ديالها هنا غنضيد الكامون هاد المره مطحون لان ما غديش نرجعوها طيب باش طلق النكهة باش الكامون يطلق النكهة ديالو الملح شوية ديال الحار كيبقى على حسب الضوء وهنا القصبر يابس بالنسبة الففل حارة ممكن تعاودوها بالحريسة اينا بغيتو وغا نستعملو شوية ديال توما والحامض المسيّر بالحامض المسيّر هاد السلاطة هدي قدروا نحتافظوا بها اه نكتروا غدي تشوفوا معي باناني غدا نضيفوا حد الكيمية كبيرة ديال زيت الزيتون مهم انا فيتا ديرا لها غيل حامض وخسرت ليه هناغ نضيفو شوية ديال مقصفور صافي وكتصبح السلاطة ديالي وجدة كتجيل ديدة 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 بالسف هاد السلاطة هادي سمنان شاء الله تجربوها وكتغيير يعني اللوبيا اه ممكن ان نحضروها بنفس طريقة ولكن نخليوها طويلة ونخضرو بها شطاجين ديال اه ديال الحم والسلاطة هاد الثالثة هي اللي زي بي ناغ اه اه تشاركتو معاكم في الفيديو السابق ولكن احنا غدا نعاون تشاركو معاكم باش يبقوا الفيديوهات مجموعين مع بعضهم هنالي زي بي ناغ نفس الشي اه ديتهم تشحرتم على نار هادئة اه بدون ماء او زيت بالنسبة للتوابيل ضفت الملح فلفلة الحمراء اللي هي البابريكا وشوية ديال الحار شوية ديال الكامون حبوب وشوية ديال زنجبيل قصبر يابس كنحاولو نستعملو يعني شي معلقة صغيرة تكون عامرة والحامض المسير والتوم والقصبر وغدا نرجعوها حتى هي قصبر او ممكن استعملو حتى القصبر والمعدنوس اه غنا نرجعوها حتى هي اه تشحر واحد شوية انا استعملت غير قصبر في هاد هاد سلطة هادو كيتوتاو مع القصبر بزاف صافي من بعد ما اتشحرات تقريبا غيشي شوية بما تلقو هادو كتوا بالمدق ديالهم كنزيدو واحد الكيمياء كبيرة هدي مختلفة على السلق يعني كنزيدو الزيتون كتكون كتير في في الزيبيناخ او السابانيخ صافي كسباح السلطة واجده هنا عدنا البروكولي حتى هو غدا نقطعو كيف ما كتشوفوا معي غدا نقطعو غي قطع صغيرة وهنا غدا نشحروا في نفس الوقت هو والبصلة الخضارية كيف ما كتشوفوا معي استعملت كمية كبيرة كننقص عليهم البوطة وكنزيد شوية ديال زيت سيتون وكنخليهم يتشحروا مع شوية ديال الملح باش البصلة طلق الماء على نار هادي هاد طريقة ديال الطهي هي اللي كتجعل هاد السلطة هادو كيجو لدادين بزاف لان لان فاش كنسلقو هوم ولا ما كيجوش بنانين هنا غدا نضيف شوية ديال فلفلة حارة هادي التوابي ديال ها مختلفين شوية وشوية ديال القصبر يابس والخرقوم البلدي يعني الكوركم فقط وغدا نضيفه هنا القصبر صافي وغدا نضيد الكوكو إلا كنتو هاد السلطة غا تحتفظو بها خليو الكوكو حتى تبغوا تقدموها عد ضيف الكوكو غدا نرجع هاتش حرغي شي شوية تقريبا شي دقيقة هكذا كسافي وكتصبح واجدة إلا كنتو غا تحتفظو بها بطبيعة الحال كتتزيدو شوية ديال زيتون زيت زيتون وتخليو الكوكو حتى تبغوا تقدموها وتزيدو هادك الكوكو وكيكون هادا هو الشكل النهائي ديال السلطة ديالنا او المقبلات اللي كيجي ولدادين بزاف اليوم اختاريته باش نحضر يعني غي باللون الاخضر يعني غنيين ما شاء الله بمادة الكلوغوفيل ممكن انكم اتخذو يعني نبتو تنوعو في الالوان كينين فيديوهات اخرى فايتا شاركت معكم مقبلات الاغلبية ديالها مبتكرة ومختلفة نحاول ان شاء الله نخلي لكم الروابط ديالهم اسفل هاد الفيديو باش يبقى كل شي منظم يعني كيف ما اطلبتو مني اه وان شاء الله بالنسبة الاخوات اللي باقي ما شافوش الفيديوهات السابقة اللي نزلت يعني اللي عندهم علاقة به هاد الفيديو هادا هنخلي لكم ان شاء الله هنا في اخر هاد الفيديو وبعد الصور ونخلي لكم كذلك احتى اه الروابط ديال اه البوفي اللي اه تشاركته معاكم تمنى ان شاء الله تكونوا اه استفدتوا ولو ولو القليل من هاد الفيديو هادا وكان شكركم بزاف على التعليق ديالكم على التشجيع ديالكم على المساندة ديالكم الله يجازيكم الف خير و الى فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة